السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن مكملين مع بعض شرح زي بلدر وهذه منصة مهمتها انها تتكامل الانظمة مع بعض يعني البيم مع عصبات شيء مع قصد كنترول مع البيدنج مع البيدنج مع اليوكيوب منت بشكل واحدة في جزيرة منفصلة طيب خلينا نهاردة نتكلم على البيدنج وهتلاقينا نتكلم على بيت الانظمة في الدروس اللي جاء بإذن الله اقول له هنا بيدنج هتلاقيه هنا مشروع موجود تقدر تجي تعمل و تضيف نيو بيد ده لو انت تقدر تكتب اسم المشروع اللي انت عايزه ولكم مثلا او اس وكذا وتقول له سيف او تقول له اد نيو بيلد تقدر تضيف فاتورة جديدة تحدد تبعاني مشروع الاسم ولكم مثلا بلانت البيل اونر من المالك تاع الفاتورة ديات من صاحبه الكونسالتانت مفروض ان الفاتورة دات تبقى بتاريخ امتى نوحه هل هي local test private hotel طيب انجوينج ولا started العقد هل هو لامسام ولا الديوروشن ديت كم شهر وتقول له سيف وتلاقيها ظهرت معك هنا في اي وقت تقدر تعمل لها edit وتعدل فيها زي ما انت عايز لاحظ ان كل الكلام ده اونلاين انت مش محتاجك سلطة اي حاجة خلص ممكن تقول له و ترفع اي ملف تربط به ملف word excel زي ما انت عايز حتى لو فيديو صورة ما فيش مشكلة تقدر ترفعه وتربطه بالفاتورة ديت هنا هتلاقي اشرتكات pressing list او بيوكيو تقدر تعمله download بيوكيو sheet direct بيوكيو و indirect بيوكيو cost estimator direct cost و indirect cost اي حاجة بيبقى فيه تكلفة مباشرة وتكلفة غير مباشرة والمدير بيبقى عارف ازاي يعمل assignment للتكلفة غير مباشرة حسب المشروع